في عندنا فكرة تهمنا في الووتر استراكشورز فكين كنا قولنا قبل كده في الووتر استراكشورز اللي هي الاستراكشورز المعرضة ديريكت للميا دايما المومنت الالاوبل عندنا اللي يخلي الاستراكشور ده جاست سيف ما هواش ام ووركين فكين ده ساعتكم ناخده ام كراكين وقلنا ليه هنا عشان في الووتر استراكشور دلوقتي لو حصل والخرصانة شراخت المياه ممكن تخش على الحقيقة تصدي الحديد ساعتها يبقى المنشأ انسيف فليخليجة صيف ان المومنت الاكتشول ما يزيدش عن الام كراكين عايزين ناخد مثال على الفكرة دي تخيل مثلا لو جالك ووتر تشانل دي عبارة عن ميجرى مياه بتتكون من بلاطة خرصانة مسلحة هنا وحيطة خرصانة مسلحة وحيطة خرصانة مسلحة وميجرى مياه دي فيها مياه بارتفاع معين الدكتور جي قطع لي كروس سيكشن في الحيطة بتاعت الووتر تشانل وقطع تحت بالزبط فكر قولنا عادة هو بيقطع في الحيطة اللي هيأثر لك عليها اكبر مومنت وهتفهم ليه كمان شوية ورسام لي شكل كروس سيكشن الحيطة عامل كده ورح جاي الدكتور قطع لي متر طولي بس مرسمش الحيطة بالكامل يعني قطع متر من الحيطة قال لي ان الطول ده متر وعرض الحيطة 25 سنتيخ وبلك في الحقيقة الحيطة مكملة بس هو مديني متر من الحيطة ومديني التسليح في متر واحد بس كان مثلا 6.12 وقال لي حتى ان الكوفر بتاعنا 40 ملي ده كده بالنسبة لكروس سيكشن متر واحد من الحيطة ايه المطلوب الماء دي لو تحطت في الووتر تشانل بارتفاع H عايزين نحسب الالاوبو الاتش ايه المقصود بكيمة الالاوبو الاتش دي قيمة الاتش لو تحطت تخلي الووتر تشانل كلها جاست سيف فاك الووتر تشانل عشان تبقى جاست سيف لازم ايه اللي يحصل لازم المومنت الاكتشوال اللي بيأثر ما يزيدش عن الام كراكينج يبقى انا كده هعمل ايه هحسب مومنت الاكتشوال اللي بيأثر بدلالة الاتش وهسويه بالام كراكينج بتاع القطاع بتاع الحيطة وطلع قيمة الاتش بكام طب هي الماء دي هتأثر ازاي على الحوائب بتاعت الووتر تشانل فاكر بضغط مية ده معنى ان كل الاتش ما تزيد كل ضغط المية تحت ما هيزيد ولا لأ وده اللي بيروح عامل عندنا بندن مومنت في الاخرى عند الحيطة ده المومنت الاكتشوال بدلالة الاتش يبقى انت كده هتحتاج تقف تحسب المومنت الاكتشوال بدلالة الاتش وتسويه بالام كراكينج بتاع الحيطة وساعتها تطلع لقيمة الاتش بكام تعال نرسم راسما سريدي توضح لنا اكتر موضوع ده لو انت مش فهم هنا مثلا ووتر تشانل فيها مية بارتفاع اتش لو واحد دلوقتي جينا قطعنا متر واحد من الحيطة ونزلنا به لحد تحت خالص وشوفنا القطاع تحتها بأعمل ازاي ده قطع للدكتور ميديهولة 25 في متر وفيه تسليح مثلا كان 6.12 وقطع شكله كان عامل كده زي ما قولنا مديني متر واحد بس بس انتعرف الحيطة مكملة وعرض الحيطة 25 سنتي وكان فيه تسليح 6.12 وكمديني كافر مثلا 40 ملي القطاع اللي عندك ده بيأثر عليه اما اكتشوال جاي منين قولنا من ضغط المية وكل الاتش بتاعت المية ما تزيد كل ضغط المية اللي هو على شكل المسالس ده هيزيد ضغط المية ده هيعمل عندنا ايه في الاخر هيعمل مومنت اكتشوال على القطاع فانت فاهم دلوقتي ان القطاع ده هيبقى عليه مومنت اكتشوال بالعرضهم مفروض اعمل ايه لو تفتكر هروح جاي لقطاع ده هحسب له الام كراكينج في الاتجاه دوت وسويه بالام اكتشوال بالدلالة الاتش وطلع الاتش تقدر للقطاع ده تحسب عندنا الام كراكينج بكم فاكن نفس الستة خطبط على الام كراكينج بس الفرق دلوقتي إن المومنت مرسوم أفقي مش رأسي زي ما احنا متعودين نفس الخطوات بالملي كأنك عمل القطاع بالعكس واخد المومنت رأسي هما هما بالزبط نفس الست خطوات هتحسب الست خطوات وتحسب الامي كراكينج بكام حسدت الامي كراكينج من شكل قطاع طالت بتساوي مثلا 35.87 كيلينيوتين متر فهم ده معنى إيه؟ إن القطاع اللي قدامك ده لو أثر عليه مومنت قيمته 35.87 الخرصانة لناحية التنشن هتبتدي تشرخ وطبعا قلنا لو خرصانة شراخت هيحصل ما هي تخش الحيط تصدي الحديد يبقى أكبر مومنت مسموح بي أو ده المومنت القلابل للقطاع هيبقى 35.87 بعد كده عشان نحسب الاتش قلنا هنعمل إيه؟ هنيجي عند نفس الست خطوات ده بالزبط نحسب المومنت الاتشول بدلة الاتش ونساوي لتنين ببعض هو مبدئيا بالنسبة للحيطة لما تيجي بص كده على الووتر تشانيل الحيطة دي في الحيطة دي بالزبط تعتبر متسبتة ولا لأ البراطة بسبتها يعني كأن الحيطة دي فيكست كأن الحيطة دي كانت ليفر بيأثر معاليها ما يبردفع إتش قلنا الضغط الجانبي بتاع الماية بيبقى على شكل مسلس وكل الإتش ما تزيد كل الضغط ده ما هيزيد ولا لأ طب أنا حاليا عايز أعمل إيه؟ عايز عن طريق الضغط ده أحسب بالزبط المومنت موجود تحت بكام واخد بالك ليه تحت وعشان القطاع كم اتاخد تحت اللي هو عنده أكبر مومنت بمعنى أصح واشوف ساعتها المومنت بلدلالة الإتش يطلع بكام وانا ساعتها ده بنسميه عندنا لفتكر الامة أكتشول بدلالة الإتش هو يسوي المومنت الأكتشول بالامة كراكينج قادر أطلع الإتش بتاعتنا بكام حاجة زاكد دلوقتي إيه المطلوب مني؟ مطلوب مني أقدر أحدد هي المية اللي بارتفع إتش دي هتعمل عندنا مومنت أكتشول تحت بكام بدلالة الإتش لو تفتكر لو انت عندك مية بارتفع إتش بتعمل ضغط على شكل مسلس القاعدة بتاعت المسلس دي هتبقى بكام على طول هتساوي جاما ووتر في الـ H هي أصلا بكام الجاما ووتر فكي احنا كنا حافظين الجاما ووتر دايما اللي هي كسافة المية بتساوي 1 طن برميتر كيو بس دي بالطن حاليا في المسائل بتاعتنا احنا شغالين بكيلي نيوتن فالطن في حدود 10 كيلي نيوتن يبقى الجاما ووتر عندنا هتساوي كام 10 كيلي نيوتن برميتر كيو ضخيمة الجاما ووتر وخبالك المسافة دي جاما ووتر في الـ H تقدر تحسب لي الفورس المحصلة بتاعت المسلس دا وخبالك دا في الحقيقة مش مسلس دا في حقيقة بيأصل على عرض 1 متر جوا يعني دا شكله مخروط زي ما انت شايف نحسب الـ F ازاي نجيب حجم المخروط اللي قدامنا دا حجم المخروط دا هتجاب منين هيساوي ساعتها مساحة المسلس مضروفه الطول دا اللي هو 1 متر بكم مساحة المسلس مش بتساوي نص القاعدة في الارتفاع هيساوي نص القاعدة بكامل قاعدة الوحدها القاعدة الوحدها جاما ووتر في الـ H هيتضرب لسه في الارتفاع اللي هو H زي ما قلنا المفروض دا لسه يتضرب جوا في كامل في 1 متر فطبعا الواحد مش تفرق معنا حاجة في الحسابات لما نيجي نحسب الكلام دا بالأرقام نص في جاما ووتر في H في H في 1 فكي نقولنا الجاما ووتر عندنا هتبقى كان بكل نيوتين هتبقى بعشرة لكي انك بتقول نص في عشرة في H سكويرت اللي هيساوي ساعتها 5H سكويرت دي قيمة الفورس طب هي الفورس دي بتابعت مسافة قد ايه عن الفكسيشن لو تفتكر دا هيبقى عند السي جي بتاع مسألة لو مفروض يبقى عند H على 3 يبقى مفروض المومنت هنا هيساوي ايه هيساوي ساعتها قيمة الفورس اللي احنا حسبنها في المسافة اللي هي H على 3 طب الفورس الوحدها كانت 5H سكويرت هتضرب في مسافة لايه H على 3 يبقى انا كده عرفت اجيب قيمة ال-M فأنا هتقول 5H سكويرت في H على 3 اللي هيتطلع 5 على 3H 5 على 3H التكايب دا كده المومنت ال-actual اللي بيأثر عند السيجن دا بالزبط بدلات ال-H يقولنا هنساوي المومنت دا بالمومنت اللي هو ال-M يا في الحال دي هقول 5 على 3H التكايب بتساوي 35.8 7 فاكر دا اللي هو المومنت اللي يخلي خرصانه هتبقي دي تشرك وتطلع ال-H بكام؟ طلعت ال-H بكام 2.781 متر دا معنى ايه؟ معنى دلوقتي ان ال-Water Channel دي لو عليها H بارتفاع 2.781 معنى ان المومنت اللي تحت بكام بال-M cracking فاكره هوا كان طالع 35.87 وده معنى كده ان الخرصانه شراخت ولا لسه لسه ما شراختش دي هاتي بتدي تشرك يعني هو Just Safe لو الطول دا زاد ان شاء الله سنتي واحد بس المومنت ال-actual اللي هنا هيبقى اكبر ب-M cracking ساعة اخر صاني اتشرك تبقى يبقى اللي خليه Just Safe بالظبط ان المومنت ال-actual بدلالة ال-H يساوي ال-M cracking ومن هنا دا عرفتنا انطلع قيمة ال-H 2.781 متر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر